منار بنت تبلغ من العمر 16 عاما دخلت الفيسبوك بسبب أصدقائها عندما أخبروها أنه رائع وجميل وبعد أن أنشأت صفحة لها وضعت صورة رومانسية عبارة عن ورود حمراء جميلة وقررت أنها لن تضيف غير أصدقائها وأقاربها فقط وفعلا هذا ما حدث وأصبحت كل يوم تضع أغاني وفيديوهات رومانسية وصور رومانسية لأنها وكما تقول بنت رومانسية جدا وبعد فترة وجدت صديقة لها وضعت تاجا لها على صورتها وصورة رحلة كان سويا فيها ولاق هذا تعليقات وإعجابا من الكثيرين فقالت منار ولماذا لا أفعل مثل صديقتي فبدأت في رفع الكثير من صورها وبدأت في قبول صداقات كل الناس ووجدت الشباب يعلقون على صورها بعبارات مثل ما هذا الجمال؟ ما شاء الله أيتها القمر؟ وكلمات مديح وثناء على جمالها وبالطبع لأنها رومانسية فقد أعجبها هذا المديح وكلما زاد مدح الشباب لها أضافت منار الكثير من صورها وبعد أيام دخلت الفيسبوك فوجدت بنتا تحدثها بالحوار التالي مروة أهلا منار أهلا من أنت؟ مروة أنا مروة من مصر ثلاثون سنة ومتزوجة وأنت؟ منار تقول أنا منار من القاهرة ستة عشر سنة وآنسة ترد عليها مروة لقد كنت مثلك منذ فترة أضع صوري ولكني بعد أيام حدثت مصيبة لقد وجدت شابا يحدثني ويطلب مقابلتي وعندما وبخته قال لي إن لم تقابلينني سأضع كل صورك على المنتديات وسأفضحك ثم وجدته يرسل لها صورا عارية وكأنها حقيقية فردت عليها منار يا لها من كارثة عن إذنك لأحذف هذه الصور قبل أن يصيبني ما أصابك فردت مروة لقد تأخرت كثيرا متى سأقابلك إذن؟ وفجأة أرسل لها كل صورها وهي عارية لقد كان شابا وليست سيدا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإبت من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولأن منار صغيرة ولا تعرف حسن التفكير قالت له سأقابلك وبالفعل ذهبت منار وقابلته ووجدته ذئبا على هيئة إنسان وطلب منها أن تصعد معه إلى شقته وللأسف ذهبت معه وهذه قصة حقيقية نشرت بإحدى الصحف المصرية وقد وجدت معه داخل الشقة شابين آخرين وبعدما نالوا منها ما أرادوا طلبت منهم صورها فقالوا لها أي صور ستظلين معنا هنا في خدمتنا ولأن خوف منار من أهلها كان أقوى من تفكيرها فقد خسرت شرفها وخافت العودة لأهلها وظلت مع هؤلاء الشباب الملعونين الذين تاجروا فيها وتحولت منار من مجرد فتاة فيسبوك إلى فتاة ليلة وكانت جريمة قوية ولكن الشباب حكموا فقط لأن منار كانت قاصرا ولكن الحقيقة أنها كانت مدركة خطورة ما فعلته في يوم من أيام رمضان جلست أسرة فقيرة على الطعام الجاف القاسي الذي استقر أمامهم ينتظرون أذان المغرب وقد كان رب الأسرة لا يملك من أمر الدنيا شيئا وقد جلس شارد الفكر يستعيد في قلبه الحديث الذي دار بينه وبين صاحب البيت ذلك الطاغية الجبار الذي تهدده وتوعده إن لم يأتي له بإيجار المسكن المتأخر عليه اليوم ليطردنه من البيت فماذا يفعل هذا المسكين وهو لا يجد لقمة العيش ولا يستطيع أن ينتصر لنفسه أفاق الرجل من خيالاته على صوت مزعج خارج المنزل وهو صوت الظالم صاحب المنزل الذي تجرأ وفتح الباب بعنف من دون استئذان ثم دخل ووقف كالمارد أمام الأب المسكين الذي تحيط به أسرته البائسة ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يسبه ويشتمه ويركله بقدمه وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنوح وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبعد ألم شديد ألحقه الطاغية بالمسكين خرج متكبرا بعد أن أخذ كل ما تملكه الأسرة من أثاث قديم وترك صاحب الأسرة الفقيرة كالميت وانطلق صوت المؤذن لصلاة المغرب وهو يقول الله أكبر في أول يوم من رمضان وعند وقت إجابة الدعاء فرفع المظلوم يديه إلى السماء ثم قال اللهم انتقم منه اللهم انتقم منه ثم استغفر الله وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وما هي إلا ثلاثة أيام وإذ بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه فينقل إلى المشفى وبعد الأشعة والتحاليل قرر الأطباء أنه مصاب بمرض السرطان وأنه لا بد أن تبتر قدمه وإلا انتشر السرطان في رجله وبعد عشرة أيام خرج من المستشفى بقدم واحدة لا يستطيع المشي عليها وكانت المقطوعة هي القدم التي ركلت وضربت المظلوم فأخبرته زوجته أن ما حدث له كان بسبب دعوة الأب المسكين الذي اعتدى عليه وأهنه وسط أسرته ولم يرحم فقره أو حاجته وذكرته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وأوسطه بالذهاب إلى هذا الأب وطلب العفو منه وإرضائه وتعويضه عما أحدثه به من سب وضرب وإهانة واستيلاء على أثاثه البسيط الذي لا يملك غيره ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اقتنع صاحب البيت بكلام زوجته وما كان منه إلا أن أحضر لأسرة المسكين أثاثا جديدا وتنازل له عن سكنه بلا مقابل ثم ذهب إليه وقبل يده وبكى أمامه ليغفر له ويسامحه